السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبابي في الله أنا بصراحة أول سأحكي في هذا الفيديو عن الأرباح اليوتيوب لكن بسبب أنه قناتي لسه ما فيهاش أرباح ولا فيهاش أي شيء لكن سأرجي لقناة شخص آخر في عنا هون الشخص اسمه محمود أنور ورح أعطيك اختصار بالنسبة لأرباح اليوتيوب عشان موجع لك راسك وحكي معك في عشر دقائق ونوما بعرف شو لا باختصار باختصار أنت عندك اليوم دول كل دولة كل دولة لها نقرة لها سعر محدد مثلا نقرة في إذا واحد نقر الإعلان عندك في أمريكا سعره أغلى نقر في المغرب سعره أرخص نقر في بلد آخر سعره أرخص فحسب البلدان كل ما حد نقر على الإعلان بتاعك في بلد فلح يكون سعره بلد مختلف فالأخ هون مثلا كيف رح أعطيك مثال عمده هون مليون ونص مشاهدة تقريبة مليون ستمئة ألف مشاهدة قديش على الدقائق هو خمسة مليون واربعمائة ألف المشتركين يشترك عنده ما شاء الله خمسة واربين ألف أرباحه قديش خمسمائة دولار خمسمية وستة واربين هتقال لي شو أنا في ناس كتير بيقول لي بلينه أنه أرباح كل مليون كل مليون مشاهدة أرباحة تقريبا بألف دولار صحيح كلامك مظلوط كلامك إذا العالم الإعلام ما تخططه إذا الإعلان نقاره على الإعلان إلى آخره ممكن توصح تفوق ألف دولار وإذا كان المشاهدين من غير دول كمان وانتصل أكتر وأكتر وأكتر تصل عرفت كيف فباختصار هاي هي الأرباح أنت مثل ما قدت لك أنه بيحسبوهن كل مليون مشاهدة أنه تقريبا شي ألف دولار شي ألف دولار كل مليون مشاهدة وطبعا حسب البلدان الله هون خمسمائة دولار سبب قدت لك أنه كل بلد نقرته تختلف من بلد الآخر وإذا عندك أي سواة تليها بتعليقات أنا ما حبي يطور الفيديو عشان واحد ما يمل وقل لك هيك وهيك وهيك باختصار أحد لك قدت لك واحد أنه حسب البلدان نقرة كل نقرة أو كل إعلان بأي بلد سعوده مختلف اتنين اتنين وهو الشي المهم أنه أنت لما بيكون فيديو عندك أطول كمان بيكون فيه أعلانات أكتر فبتكسب أنت بإذن الله عز وجل الفلوس أكتر وإن شاء الله تكون فلوس حلال دير باركم أحاك وحبايا في الله والله خليكم يا رب والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وما تنسونا طبعا من الاشتراك والتعليق والمشاركة هذا الشي بحفزني حتى استمر